في بداية عايزين نعرف من حداك ليه تم اختيار يوم 10 أكتوبر تحديدا هو يوم العالمي للصحة النفسية طيب المنظمات الدولية بتختار يعني زي يوم الفتاة العالمي زي اليوم العالمي لجرائم الإرهاب أو ضحاء الإرهاب بيختاروا يوم بيكون فيه يوم مميز قضايا فكرة معينة زي الصحة النفسية للأطفال أو المراقين أو الأين تكن علشان خاطر يدل اليوم ده يدل على المفاهيم نفسه مش شرط يكون اليوم معين بس علشان خاطر كل شهر بيكون فيه يوم مميز يوم عالمي لشيء معين اختيار اليوم العالمي للصحة النفسية علشان التوعية للجماهير أو للعالم كله أن الصحة النفسية هي ليست خلو الإنسان من الأمراض النفسية لا هي أكبر من كده وأسمى من كده هو حالة من الرفاه النفسي الإنسان يكون قادر يواجه ضغوط الحياة ضغوط العمل الطفل والمراهق يعرف يتعامل مع صعوبات المذكرة يقدر يتعامل مع الامتحانات بدون علق بدون توطر حالة من السلام النفسي الرواقان يعني أن يكون رايق مثلا مهادي هادي بالمعنى النفسي لو نتكلم عليه هو شخص متزن نفسيا متزن نفسيا يعني محصن أو بقول دائما مضاد حاوي باخد جزء من المكروب هو محصن ضد تعرضه للأمراض النفسية أو ممكن أقول التروم الأول الصدمات مثلا أو كده الصدمات علشان من خلالها هو هيكون محصن اللي هو ما يجلوش اضطراب وبناء على عليه بعد الاضطراب هيكون عضر مرض النفسي فلوه لو محصن من البداية ضد الصدمات عشان خاطر اللي فيه حاجات فيه بداية المراهقة أو الطفولة المتأخرة لو جالت روما والأهل ما خدوش بالهم هيطلع شخص ما عندوش تماما أي قادم للصحة النفسية